اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي مرة اخرى نتحدث عن ملف النازحين هذا الملف الشائك الملف القطير الملف المأساة الانسانية الكبيرة في العراق قلوة سياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الان حولته الى ملف سياسي ورقة سياسية يلعبون بها كلما جاءت الانتخابات جرى الحديث عن النازحين وجرت العروض وجرت الوعود ويسمعون الوعود بإعادتهم وتأمين سكن لائق بهم وإعادة حياتهم وترتيب حياتهم وتنتهي الانتخابات وإذا بحال النازحين من أسوأ إلى أسوأ والوعود لا يتحقق منها شيء ويعني العوائل هذه المنكوبة التي خرجت من بين الدمار خرجت من الماء وتفقدت كثير من أعزاءها وتسكن في الخيم تجد نفسها في مواجهة شتاء انقارس وصيف مهلك وتقلبات مناخية وأوضاع صحية وأوضاع معاشية وأوضاع غذائية في غاية السوق مأساة كبيرة طوال 365 يوما في كل سنة في كل يوم هناك قصة طويلة لمأساة لا تنتهي تكبر مع مرور الأيام ولا أحد ينتبه إليها ولا أحد يريد أن يفتح هذا الملف وهذا واقع الحال مكان هذه الحكومات التي جاءت منذ عام 2003 حتى الآن تحالفت فيما بينها على أدلال هؤلاء الناس على إهمالهم ونسيانهم ويتذكرونهم مثل ما قلنا في الانتخابات كلما جرت انتخابات وآخر هذه الانتخابات الأخيرة يسمونها انتخابات مبكرة جرى الحديث أيضا عن النازحين وعن القدرات وبالتالي انتهت الانتخابات والجبل حين يتمخض يقولون ولد فأرا هذا الجبل لم يلد حتى شيئا ولا حصوة واحدة وبالتالي هذا الملف ينتقل من يوم إلى يوم لتكثر أوراقه وكل ورقة منه تحمل من الهموم والمآسي الكثير في هذه الأيام مع اشتداد البرد وموسم الشتاء كان لابد من الحديث عن النازحين هؤلاء الذين يواجهون البرد والجوع والقهر والتقلبات الجوية والأمطار والسوء لوحدهم عوائل كثيرة أطفال كثيرة ماتوا بسبب البرد في هذه الخيم الممزقة منظمة الهجرة الدولية تتحدث عن مليون ومتين ألف عراقي نازح في مخيمات النزوح أو في حالة نزوح عكسي هكذا تقول الحقيقة لكن الحكومة على لسان ما يسمى بوزيرة الهجرة والمهجرين التابعة طبعا لأحدى الميليشيات الوزيرة تابعة ورشحوها رشحتها يعني أحدى الميليشيات لكي تتولى هذا المنصب صدرت قرار بإغلاق جميع الإغلاق المخيمات النازحين وانتهت ما عدنا نازحين يريدون أن ينهو هذا الملف بأي طريقة لكي لا يقال أن هناك نزوح وهناك لوم عالمي ولوم إقليمي ولوم شعبي باتجاه المأساة هذه التي يعني تمارز ضد أبناء الشعب طبعا مثل ما هو معروف أكثر من عشر ملايين عراقي هاجروا العراق تركوا العراق ووصلت حالة المهجرين النازحين داخل العراق من المدن المنكوبة أكثر من ستة ملايين في فترة من الفترات الموصل يعني يقولون أنهم حراروها يعني قبل خمس سنوات يقولون أننا تم تحريرها وانتهت من داعش منذ خمس سنوات لحد الآن بعد قرار تحريرها لحد الآن أهلها يعيشوا في الخيام ويعيشون الشتات لم يعودوا لم توفر يعني يصدر قرار بإغلاق المخيمات لكن لم توفر لا البيئة المناسبة ولم يتم توفير بداء المناسبة لكي تحتوي هؤلاء النازحين لم تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى نزوحهم لم ترد لهم حقوقهم لم تهيئ لهم البيئة والمناخ المناسبة لكي يعودوا إلى الحياة بشكل صحيح لم توفر لهم الأشغال لم توفر لهم مدارس لم توفر لديهم قوانين معينة تعوضهم عن مفاتهم ولا يمكن تعويضهم عن مفاتهم أطفالهم بلا مدارس منذ سنوات طويلة كثير من عدهم فقر وجوع ومرض كثير منهم الآن يموتون تحت البرد بسبب البرد وبسبب الأمطار وسبب الأوجاع وسبب الأوبئة التي تعبث بهم حقيقة وجوع ومرض وهم في بلد من أغنى البلدان موازنت السنوية يعني أكثر من مئة مليار دولار وبالتالي هذا وضع جزء كبير من الشعب ويتحدثون عن الإنسان وتحدثون عن النجاح والتفوق والإصلاح والبناء المعرفة شنو المتراكم الذي سيبنونه وتصال طعسن من القهر والدمار والتدمير والعراق من سيء الأسوأ ونموذج واضح ونموذج المهجرين نموذج النازحين نموذج هذا الملف الذي أمامكم الآن ربما بالبعض يتساءل طيب وين الأمم المتحدة؟ إذا كانت هذه الحكومات قد يعني جعلت النازحين ورقة انتخابية تستعملها يعني كلما جاءت الانتخابات أو كلما أرادوا أن يثيروا قضية إنسانية تحدثون عنها للتقرب من الناس لكن ماذا عن الأمم المتحدة؟ ماذا عن المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي لا هي طبعا لا يهمه هذه الشيء لكن الأمم المتحدة على ذاقل هذه ممثلة الأمم المتحدة هذا مكتب ممثل الأمم المتحدة وبالإسخارت آخرهم اللي من عام 2003 لحد الآن هذا المكتب يتداول عليه يتعاقب عليه العديد من ما يسمونهم صفراء أو ممثلين الأمين العام المتحدة وآخرهم بالإسخارت هذه اللي كانت وزيرة الدفاع الهولندية يعني المفروض هي جاءت والأمم المتحدة تعنى بالناس تعنى بالسكان تعنى بمصائب ومأساة الناس وبالسلم المجتمعي لكن هي لا هي وكأن هذا المكتب وكأنها بالإسخار هي مكتب للتوفيق بين رؤوس السياسيين والحفاظ على العملية السياسية وكأن هذا المكتب فتح للحفاظ على العملية السياسية فقط كلما ثارت مشكلة بالعملية السياسية تدخلت بالإسخار وذهبت لهذا الميليشيا وذهبت لذاك وذهبت لهذا ومحاولة لإذلال الصعوبات وجعل التفاهمات هي الأساس بينهم لكي يمضي قطار العملية السياسية على سكته هذا ما يحدث تظاهرات وقتل وسحل واختطاف وقتل وتبجيرات ونازحين ومهجرين وجوع وقهر وأمراض وكورونا وسرطانات وبيئة ملوثة هذا لا يعني شيئا في ملفات الأمم المتحدة في ملفات بالإسخار لكن ما يعنيها هي الأمم هي العملية السياسية هكذا هو الحال فبالتالي النازحين من سيء إلى أسوأ وهذه قضية إنسانية لا يمكن تسييسها بهذه الطريقة لا يمكن نظر إليها نظرة طائفية أو نظرة عرقية أو نظرة دونية أو تقسيمية هؤلاء كلهم عراقيين يستحقون الحياة ويستحقون أفضل وسائل الحياة وأبسطها يعني الشعب العراقي هو طبعا لا عنده لا ميل ولا كهرباء ولا خدمات لكن على الأقل يتساون مع باقي الناس يشعرون بالأمن والأمان والاستقرار وهناك سقف يحميهم الموت طاردهم الأمراض طاردهم الجوع طاردهم وهم في العراء لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم هذا واقع الحال في بلد موازنة السنوية تزيد عن 100 مليار دولار سنويا مع الأسف الشديد والنفط صار سعره ربما يقارب 90 دولار للبرميل سيصعد ربما أكثر من 100 دولار والحال هو الحال والفقر يزداد والجوع يزداد والهجرة تزداد والنزوح يزداد مع الأسف الشديد هذا هو العراق الجديد الذي أرادته أمريكا وفرحت به إيران وهللت له أحزاب السلطة وميليشياتها أترككم بخير أعزائي المشاهدين والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة